اسم الدرس الإدماج الزمن الموضوع الإدماج السند في عضلة آخر الأسبوع قام الأب بعدة أعمال فلاحية داخل حديقة منزله انطلق في إنجاز هذه الأنشطة على الساعة الثامنة وخمس دقائق أزال الأعشاب الطفيلية سقى ثلاث أشجار مثمرة ورش الأدوية نظف محراس الجرار وفي منتصف النهار ونصف تناول الغداء أولاً أقدر الأعمال التي قام بها الأب من أطول مدة زمنية إلى أقصر مدة زمنية الأعمال من أطول مدة زمنية إلى أقصر مدة زمنية إزالة الأعشاب الطفيلية تنظيف الأدوات الفلاحية تناول الغداء سقي الأشجار المثمرة رش الأدوية ثانياً أقدر المدة الزمنية التي استغرقتها هذه الأنشطة الفلاحية وذلك حسب الجدول الموالي تنظيف الأدوات الفلاحية سقي سلاس أشجار رش الأدوية إزالة الأعشاب الطفيلية الأنشطة الفلاحية المدة الزمنية التي استغرقتها الدقيقة الساعة أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً الإجابة الأنشطة الفلاحية المدة الزمنية التي استغرقتها الدقيقة الساعة أولاً إزالة الأعشاب الطفيلية واحد ساعة ثانياً تنظيف الأدوات الفلاحية خمس وأربعين دقيقة ثالثاً سقي ثلاث أشجار عشرون دقيقة رابعاً رش الأدوية خمسة عشرة دقيقة ثالثاً أرسم على الساعة الميكانيكية وقت انطلاق الأب في إنجاز أعماله الفلاحية الإجابة انطلق على الساعة الثامنة وخمس دقائق رابعاً أرسم على الساعة الإلكترونية وقت إنهاء الأب أعماله الإجابة خامساً أضع الوحدة المناسبة في الفراغات التالية مدة إزالة الأعشاب الطفيلية واحد يستغرق فتح باب المخزن ثلاثة تدوم فترة تناول الغداء ثلاثون يستغرق تنظيف الأدوات الفلاحية خمسة وأربعون تدوم فترة سقي الأشجار عشرون تستغرق مدة إنجاز الأعمال الفلاحية التي قام بها الأب طيلة الفترة الصباحية ثلاثة وعشرون الإجابة مدة إزالة الأعشاب الطفيلية واحد ساعة يستغرق فتح باب المخزن ثلاث سواني تدوم فترة تناول الغداء ثلاثون دقيقة يستغرق تنظيف الأدوات الفلاحية خمسة وأربعون دقيقة تدوم فترة سقي الأشجار عشرون دقيقة تستغرق مدة إنجاز الأعمال الفلاحية التي قام بها الأب طيلة الفترة الصباحية ثلاث ساعات وعشرون دقيقة سادسا انطلق الأب في إنجاز أنشطته الفلاحية على الساعة الثامنة وخمس دقائق التحق به ابنه بعد ثلاث عشرة دقيقة أكتب التوقيت الذي خرج فيه ابنه وأرسمه على الساعة الميكانيكية الثامنة و الإجابة التوقيت الذي خرج فيه الابن يساوي ثماني ساعات وخمس دقائق زائد ثلاث عشرة دقيقة يساوي ثماني ساعات وثمانية عشرة دقيقة سابعا أنهى الأب عمله الفلاحي في منتصف النهار والنصف ثم تناول الفطور لمدة عشرين دقيقة وقضى مدة زمنية في الاستراحة قدرها خمس وأربعين دقيقة بعدها مباشرة استأنف العمل أرسم على الساعة ذات الخانات وقت استئناف العمل الإجابة وقت استئناف العمل يساوي إثنى عشرة ساعة وثلاثون دقيقة زائد عشرون دقيقة زائد خمسة وأربعون دقيقة يساوي إثنى عشرة ساعة وخمسة وتسعون دقيقة يساوي ثلاثة عشرة ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة شكرا